حيا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على مواقفهم الوطنية مؤكدين أنهم أهم أعمدة سيناء وأنهم جزء لا يتجزأ من أمنها القومي جاء ذلك خلال لقائه بهم بعد أداء صلاة الجمعة من مسجد الصديق بمدينة نويبع وعبر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وعن سعادتهم بافتتاح مسجد الصديق ذلك الصرح الشامخ بمدينة نويبع وأكدوا وقوفهم الصادق خلف الرئيس السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه وما يتم في عهده من تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه الدولة في سيناء ومعبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء ترجمة نانسي قنقر